رسمياً ظهر تصميم سلسلة الأوبو الفايند ايك السبعة حيث شاركت شركة أوبو رسمياً بعض المعلومات الأساسية المتعلقة بسلسلة الأوبو الفايند ايك السبعة والتي سيتم إطلاقها رسمياً يوم 8 جون في الشهر القادم لذلك تابع الفيديو للأخير لمعرفة بعض التفاصيل على هذه السلسلة أيضاً الدعم الدعم خلطي ما يخسر ولو دير لايك ودعم هذا المحتوى التقني المفيد السلام عليكم معكم عادل من قناة دقاء تقنية سلسلة الفايند ايك السبعة من أوبو ستكون من أفضل وأقوى الهواتف للعام الجديد خاصة هاتفيها الألترا سيكون أحد المنافسين البارزين من ناحية التصميم والشاشة والمعالج والكاميرا الرهيبة فسلسلة الفايند ايك السبعة ستأتي بتصميم مماثل حيث ستحتوي الواجهة الأمامية على فتحة كاميرا مثقوبة بحواف منحنية على الجانبين وأما الجزء الخلف سيأتي بتصميم ثناء اللون مع وحدة كاميرا ضخمة في الأعلى تأتي على الشكل الدائري وبالطبع في الأسفل سنجد شعار الشركة أوبو أيضا كما كشفت التقارير أن هاتف الفايند ايك السبعة العادي سيأتي بمعالج قوي من شركة ميديا تيك وهو دامي سيتي تسع الاف وثلتمية معالج ممتاز ورهيب سيقدم لك تجربة آداء قوية وأيضا سيأتي بعدة خيارات للتخزين 12 جيجابايت مع 256 جيجابايت من التخزين و16 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت رام مع 512 جيجابايت للتخزين وآخر نسخة تأتي ب16 جيجابايت مع 1 تيرابايت للتخزين أيضا هاتف الفايند ايك السبعة سيأتي بأربعة ألوان اللون البرتقالي والأسود والأزرق واللون البنفسجي وأما أخوه الأكبر الفايند ايك السبعة اللي ترى سيأتي بألوان البرتقالي والأسود واللون الأزرق أيضا هاتف الأوبو الفايند ايك السبعة سيحتوي على كاميرا ثلاثية في الخلف الرئيسية ستأتي بدقة 50 ميجابيكسل بحساس سوني الالي جريك تي 308 والثانية بدقة 50 ميجابيكسل للتصوير الوسع بحساس سامسونج جي انوان والكاميرا الأخيرة الثالثة ستأتي بدقة 64 ميجابيكسل بيروسكوب 3 ايك وأما هاتف الفايند ايك السبعة الاتراس يأتي بأربعة كاميرات في الخلف فسيكون أول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرات مقربة مزدوجة المنظر بالإضافة لذلك سيكون أول هاتف في العالم يأتي بمستشعر الصوني الجديد الالي جريك تي 900 بدقة 50 ميجابيكسل بحجم 1 انش وأما الكاميرا الثانية ستأتي بدقة 50 ميجابيكسل أيضا بحساس صوني الالي جريك تي 600 فائقة اج اتساع بينما الكاميرا الثالثة أيضا ستأتي بدقة 50 ميجابيكسل بحساس صوني الـ i mx 290 وهي تعمل كعمل 3 اكس تقريب وأما الكاميرا الآخرة ستأتي أيضا بدقة 50 ميجابيكسل بحساس صوني الـ i mx 358 للتقريب 6 اكس صراحة سيكون مرعب هذا الهاتف من ناحية الكاميرا أيضا من المتوقع أن يحتوي كلا الجهازين على بطارية بحجم 5000 ميلي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات ومن التوقع أيضا أن هاتف الألترا سيأتي بشحن لاسلكي بقوة 50 وات وبالنسبة للشاشة سيحتوي هاتف الفاين اكس 7 على شاشة أولد منحنية مقاس 6.78 إنش بدقة 1.5 كي مع معدل تحديث 120 هرتز وأما شاشة الفاين اكس 7 إلترا ستأتي من نوع أولد أيضا منحنية بحجم أكبر 6.82 إنش وبدقة عالية 2 كي مع معدل تحديث عالي 120 هرتز ويقال أنه سيكون هناك جهاز ثالث يسمى إصدار الأوبول فاين اكس 7 إلترا للاتصال عبر الأقمار الصناعية والذي سيأتي مع دعم للاتصال عبر الأقمار الصناعية ثناء الاتجاه وستكون بقية موصفاته مطابقة لهاتف الفاين اكس 7 إلترا على العموم هذه المعلومات الأولية التي لدينا حول سلسلة الفاين اكس 7 في انتظار الإعلان عليه رسميا يوم 8 جامف من الشهر القادم وفي الآخير دمتم خرعات الله وحفظه